عندما ينتقل الفساد من مؤسسة إلى أخرى كشبح ليس له رادع فاتش عن القضاء وعندما يسط الفاسدون على أموال منقولة وغير منقولة عندها فاتش عن الدولة ترى ما الذي سيجده الباحث في العراق الجديد أي دولة هذا ليس ضربا من المعارضة السياسية ولا النقمة على الوضع الراهن بل هو واقع حال يعيشه العراقيون ويقر به الساسة فهذه خزينة الدولة الفارغة وتلك فواتيره المليئة بالقروض وها هي عقاراته محل نهب وسرقة من قبل الأحزاب والميليشيات عمليات سطو مسلح لكنها بأوراق رسمية ألاف العقارات تستولي عليها الأحزاب والميليشيات في العلن وبموافقة مؤسسات الدولة يذكر النائب في البرلمان ظافر العاني ضياع 175 ألف عقار تابع للدولة في نينو والبصرة من خلال تزوير الوثائق والمستمسكات العاني يضيف أن تقريرا قدم للجنة المالية في البرلمان تحدث عن أرقام مهولة لعقارات الدولة الضائعة التي سيطر عليها المتنفذون حيث لم تجد وعود الحكومات المتعاقبة طريقها إلى التنفيذ بعد أن استولت الأحزاب والميليشيات على آلاف الممتلكات مقابل أسعار زهيدة جدا عضو البرلمان السابق صادق المحنى أكد أن عقارات الدولة تباع وتشترى من دون ضوابط صالح جهات متنفذة واصفا عجز الحكومة بأنها أضعف من أن تحاسب نملة مشيرا إلى أن هذا الملف لن يفتح لأن الأحزاب والميليشيات هم الذين استولوا على العقارات هذا الملف الشائك ليس وليد اللحظة بل نتاج جهد بدأته الأحزاب منذ أيام الاحتلال الأولى وأكملته الميليشيات خلال عمليات التهجير الطائفي ثم أخيرا بالاستيلاء على بيوت وأراضي النازحين وشراء ممتلكات الدولة في المحافظات المنكوبة حيث يقدر مراقبون أن قيمة العقارات التابعة للدولة التي استولت عليها الأحزاب السياسية بعد 2003 تصل لأكثر من 20 مليار دولار رقم كبير يوازي تلك المبالغ التي أهدرت عبر أبواب الفساد الأخرى والتي لا ينتظر أن تغلق إلا بإزدال الستارة على العملية السياسية المأزومة برمتها